السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اتمنى ان شاء الله تكونوا دوستوا العيد في احسن الاحوال وعيد مبارك سعيد وخمعة طلب اليوم ان شاء الله سوف تشارك معكم ثلاثة دي الوصفات اللي يكونوا بعادين شوية للمطبخ اتمنى ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معايا بشتوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي الله الوصفة الاولى غدا تكون عبارة عن حنة الحنة اللي غدا نوضعها على الشعر ديالي هنا عندي كمية كتاخدوا الكيمية دي الحنة لحسب يعني شعر ديال كموش طويل ولا اقصر هالكيمية اللي خديت انا ديال زوج ديال الناس الحنة من الاحسن تكون متقوقة على اليد وتكون قديمة ما تكون شو جديدة اول حاجة غدا ندير هي غدا نخلطها بالماء الساخن هاد الوصفة هديرة معتمدة في العائلة يعني كنت تعملوها سينين هادي كنت بغلنا نتشارك معاكم هاد الفيديو قبل العيد ولكن ما ما يسترش الله اه كنخلطوه مزيان هاد باش كنخلوه لالحنة تطلق كنخلطوها مزيان مع الماء ساخن وغدا ناخد هاد الاصفر ديال البيضاء او البيض ديال البيضاء غدا نخليه حتى غدا نستعملو اه ماسك الوجه من الاحسن نخليو شوية يعني الخليط اه يدفع يعني ما يكونش سخون بززاي باش ما اطيبش لينا اه الاصفر ديال البيضاء سافيك نخلطو اه مزيان وغا نضيف هنا مع القادية العسل اه الحر يعني من الاحسن الى كان عندكم حر سافيك نخلط اه مزيان ما حد بقي لالحنة تكون دافية شوية نحاولو نسرعو شوية باش نوضعو الحنة على الشعر تكون دافية باش اه باش كتجينا اقغية بلو كت ما كتجيناش باردة من الاحسن تكون سخونة اهنا اضفت جوج ديال المعالق اكبار ديال زرعة الكتن وهنا غدا نضيف هاد البودرة ديال النيم بالعربية وحتى بالفرنسية كيقلو اللي هالا بودرة ديال النيم هاد هاد البودرة هدي انا ما غاليه شرخيصة بززاف انا اختيتها في اغنية هومازون باورو وشي حاجة شعقلة وقالها جوج اورو قاع الماكسيموم اه معلقة كندير معلقة كبيرة هديك اطلاق الناس اللي عندهم مش عرك يطح ليهم اه زيانة بزاف هاد هاد البودرة ديال النيم بحتوا عليها غدا تشوفوا المنافع ديالها كتير اه غدا نضيف هنا اه زيت اه الخل ديال التفاح بالنسبة البودرة ديالني ملا ما توفرتوش عليها مش مشكل لانا الوصفة يعني الاصلية اللي كنستعمله ما كنديروش فيها ديال غيانة اللي اضفتها اه هنا غدا نضيف زيت ديال زنجلان لينقدروا نعودوه بزيت الزيتون ولا باي زيت اه بغيتو اللي توفرتو عليه هنا زيت ديال الكوك حتى هو اه اه انا كيجي لي مع شعرية عبخي شوفو انتم ما على حسب النوعية ديال الشعر ديالكم وهنا غدا نضيف هدي حتى هي غي اضافة اللي زيتها انا اه قطرات من زيت ديال اه ديال القرنفل زيت الاساس اللي ممكن تعودوه بالقرنفل إلا كان عندكم طحون وغدا نضيف حتى الزيت ديال شجرة الشاي يعني التيتري وهذا إلا كان عندكم حتى هو يعني ممكن الاستغناء عنه يعني كي كي نضيف اه الشعر سافيك نخلط هاد الخالط ديالي اه كامل وكان وضعوه على على الشعر يعني نحاولو نوضعو على الشعر اه البلاستيك الغذائي ونخليوها ثلاثة تسوية ولاربعة تسوية ونبعد نغسلوه ماسك اللي غدا نستعمل الوجه ديالي وهنا عندي البيض ديال البيض وغدا نضيف لي اه 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 نه اه دقيق ديال الأروز لا ممكن الكمية هذه بالنسبة للبيض البيضاء يمكننا استعماله لزج المرات هذا الخليط يمكنه مضعه في تلاجة ونجعله حتى الاستعمال مرة أخرى هنا سنضيف هذا الفحم المفاعل اللي كنت ديجا تشاركته معاكم في واحد الفيديو الشاربون اكتيفي ونضيف هنا زيت اللوز اللي ممكن انكم تعاوضوه بزيت آخر على حسب نوعي ديال البشرة ديالكم سافي هادي غي انا ماشي يعني خبيرة تجميل هادي غي وصافات اللي معتمدة عندي لابغيتو مرة مرة نتشارك معاكم وصافات اللي انا مجرباهم من سنين هادي هذا كي نقي الوجه هذا الوجه كي ولي صافي ونقي يعني مرة 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 في خمسة تشر يوم ولا هدا ونستعملوه كيفما كتشوفوا معايا كيتخلط مزيان كي ولي على هاد شكل ومال احسن تستعملو ليقون لانه ضروري ضروري من ليقون سينو غادي هاد الشابون كي يكحل صبيع للدفار هنا غا نستعمل هنا غدا نحضر الصابون اللي غدا لكنا نصبن به الملابس يعني لغسل الملابس اول حاجة غدا هنا لكنا نوريكم هادا اللي كريستو تسود اللي بالعربية تيقولو لي هم باللورات السودة وهنا الصابون البلدي لي هو لصابون نوار هنا البيكاربونات دو سود سوديوم دو سوديوم وهنا صابون اللي كيكون فيها دين وسبعين في المياه ديال زيت الزيتون وهنا زيت الاساس كتستعملو يعني عيغ العيغ لقبل يعني الميكروب وحتى الريحة بالنسبة لانا استعملت الايكاليبتوس وهنا عندنا الخل واستعملت حتى ديال شجرة الشاي الكيميه اللي غدا نستعمل هي 100 جرام ديال هاد الوصفه مشي ديالي انا مشي انا اللي اختارعتها يعني كينا موجودة سوغا في الانترنت غي انا استعملت حال من وصفه وهذه هي صافيه ديالي اللي صدقات لي يزوينا احسن وما كي حجرش بزاف الصابون واحد الحاجة اللي مهم بزاف هو الصابونه ضروري ضروري ما يكون فيها 72 في المياه ديال زيت الزيتون وإلا ما كيستقش لنا مزيان الصابون وما كيصبنش مزيان كيف ما كتشوفوا معايا هنا حكيت 100 جرام ديال الصابون اللي غدا نضيف لها هنا الماء يعني لتر من الماء الساخن يكون طيب مزيان كيف ما كنقولو الماء الفاتر وكنخلي هاد 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 السابون يدوب غدا نضيف لي انا يا سابون البلدي هاد سابون البلدي كنضيفو باش يعني كنحارب بي حتى يعني كيقضي على الطبايع هاد هاد السابون هاد جربوه ان شاء الله ما غديش تندموه ما غديش تبقى و تشريوه حتى ديال الصابون ديال اللي كنشروه في الكوميخس لانه كيصبن حسن من ديال كوميخس و زياد على ذلك ينقل لنا حتى الماكينة ديال الصابون حتى هي كتنقة ما كيبقوش في هادوك الرواسيب بالنسبة للصابون البلدي هاد غي اضافة يعني ممكن زوله هاد غي انا اللي ضفتها علاق بالطبايع لانه هو كي صابون البلدي كي زول الطبايع هكتر من الصابون الاخر هنا غدا نضيف البلورات السودة ليهو الكريستود السود هادا كيكون رخيص بزاف هاد الباكيه اللي شفتو معايا نستشريتها غيب اورو واحد اللي ممكن انكم تستعملوها لتنظيف المرحة تنظيف يعني المطبخ تنظيف لفابو وهنا غدا نضيف البكاربونات دو سوديوم هدي اللي كنستعملوه في المطبخ هدي اللي كنديرو في لي دايما كنستعملها انا كنه في الوصفات يعني في الحلوة في الخبز صافي دا باك نخليوا واحد المسألة نسيت ما قلت هاش لكم ضروري ما نخليوا حتي برد الصابون عاد كنضيفو هاد البكاربونات دو سوديوم البكاربونات البلورات دو السودة يعني قدروا نضيفوهم و الخليط دينا باقي بسخون ما شي مشكل بشكيدوه هنا كيف ما كتشوفو معايا كيزيد الخليط دينا يعقاد كنخلطوه مزيان مزيان يعني ممكن استعملو با يعني الروبو باش تحنوها مازال باش تخلطوها مازال غي هي كتدير رغوة بزاف من الاحسن انا كنفضل غي باليد كتاخد شوية دي الوقت باش كنخلطوه مزيان سافي كيف ما كتشوفو معايا من بعد ما خلطت مزيان 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 هاد هاد الخليط هاد هاد الخليط هاد غدا نخلي نضيف ليه دابا ايطرو ديال الماء انا غنضيف اه في الخليط كامل جوج ديال ايطر و جوج ديال ليتر و نصف هي الوصفة فيها غي جوج ايطرو انا اضفت نصف الاخر لانها كتزيد كيزيد عقاد واحد شوية كنفضل يكون هكدا يعني خفيف عش Goshbble م corrected عش graphical كيف ما كتشوفو معايا الصافي ها هو وجد يعني كنخلي أحتاج كي ابرد تماما عاد كنansen ضيفوه زيت الاساسي لا توفرتو عليه باش ما كيف قدش المفعول ديالو زيته الا ضفنا في الصابون هو سخون كيمشي من نقاع المنافع ديال هاد زيت هاد 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 وهنايك نضيف هلا اضافة ميكروب تيتري او زيت الاساس لشجرة الشاي اضافة الكمية بالنسبة للخل اضافة الاخر لحظة اضافة البيكربونة اضافة الابتس اضافة الابتس اضافة المراحل احترمت المراحل اضافة الامر لن تفاعل الخلط ويوجد بطريقة سليمة اضافة اضافة قنينة اضافة صابون اضافة صباحة قبل ان نستعمل القرعافي نتخلط و احتاج الى عقادة او شيء انا لم اعكد عقادش بزاف لان انا كيف ما قلت لكم زيت نصف لتر الماء قبل ان نستعملها نخلطها مزيان و كيف تشوف معي انا مشيت دبا نصبا نعمرت كانت تطيفوا القدر اللي بغيتوا يعني على حسب الصابون ديالكم وش مصخ ولا ما مصخش و ان شاء الله ان شاء الله الى جربتوا هاد الوصفة انا جربتش حل من وحدة من غيرها و هادي هي اللي دبا معتمدة عندي اتمنى ان شاء الله تعجبكم الى عجبكم الفيديو ديال اليوم كيف العادة ما تنسوش تلايكي و الفيديو تشتركوه مع الاحباب والاصحاب و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة